كأس العالم 2022 تساوي 220 مليار دولار زائداً إباحة الخمور زائداً استضافة المثليين 220 مليار دولار مبلغ يثير الاستغراب والاهتمام أولاً في إحصائية لتكلفة تنظيم بطولات كأس العالم في سنة 1994 في أمريكا كانت التكلفة نصف مليار دولار فقط ثم صارت 2.3 مليار دولار في فرنسا سنة 1998 حتى وصلت إلى 15 مليار دولار في البرازيل سنة 2014 ثم انخفضت إلى 11.6 مليار دولار في روسيا سنة 2018 لكن في بطولة ساعة 2022 ترتفع التكلفة فجأة إلى ما يقارب العشرين ضعفاً فصارت 220 مليار دولار في قطر ثانياً الاستفامات كثيرة منها أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الجياع؟ أين الفقراء؟ أين الجفاف؟ أين التصحر؟ أين الأمراض المعدية والأوبئة؟ أين النازحون والمشردون والمهجرون؟ ثالثاً مع إطباق النفاق والاسترزاق فقد جفت الأحبار وانكسرت الأقلام وقطعت الألسن؟ أين الأقلام المأجورة؟ أين أقلام النفاق؟ أين المتأسلمون؟ أين العلمانيون؟ أين اللادينيون؟ رابعاً إضافةً للـ 220 مليار دولار وبحسب تصريحات المسؤولين فإن الخمور ستكون مباحةً تباه وتشترى وتشرب وسيكون المثليون مرحباً بهم وبقمصانهم وأعلامهم الملونة فأين دعاة الدين ومنابر التحريض؟ وأين المنظرون والمتفلسفون؟ خامسان الأقلام والآراء والضمائر والمواقف والفتاوى كلها مسيسة ومدفوعة الثمن إلا الأندر فالأندر قال سبحانه وتعالى ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت المهندس الصرخي الحسني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر